اهلا بحضرتكم ودعوني اكمل في جملة بسيطة جدا وعميقة جدا وكل من اهديت له قطعة من المحمل القديم بروزها واحتضنها ببيته واغلى حاجة عنده بيتنقل بيها من مكان لاخر يعني تاريخ المحمل وقصة عشق المصريين للحج والاراضي المقدسة قصة عشق المصريين لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قصة مرور الاولياء بمصر ورياض الاولياء المنتشرة في مصر يعني حكايات هنسمحها دلوقتي من الشاعر والباحث السيد مسعود شمان رئيس تحرير سلسلة الدراسات الشعبية ودراسات أدبية مختلفة وهو يعني غواص في البحر العميق جدا هو الشعبيات المصرية او الروح الشعبية المصرية والكنز واكتشف لقالق كتير ومحار هنتكلم عنها معاه سيد مسعود أهلا بيك أهلا وسهلا وكل سنة وانت طيب وكل سنة وكل مصري وكل عربي وكل إنسان إنسان بخير وبصحة وسلامة وأبدأ بزي ما الراوي الشعبي بيبدأ وأقول صلاة النبي تغني عن الجوت وتمنع البلاء والمراضي يستاهل على الجته بالصوت اللي معاه كفه الزيارة مراضي حلوى النبي وحلوى رجى بيه لما هو بدر البدورة من يوم جبرائيل رجى بيه من سابع سماف الجنورة وصلاة النبي هي دايما اللي بنبدأ بيها هي الفايدة والتجارة يا مناس حزيتها بالكيس ماتوا منالوا الزيارة يا صلاة وبيقول برضو الشاعر أصلي وسلم على النبي الزين أنا إن مدحت النبي العظم بطل صلايا جم يا بلالي الزين أزن طبعا جم يا ببكر جيم الصلايا الحقيقة إنه حكاية المصريين مع الحج وتقوسه وعداته ومعتقداته وأغنيه حكاية طويلة جدا وحكاية عميقة والحقيقة كل مصري أطفع عليها من روحه ومن تراثه الأقدم ما يليق باحتفالية عظيمة هي احتفالية الحج أو فرض الأجلى والأعظم عند المصريين اللي طوال الوقت يتغنون به ويحكون عنه ونبدأ من المحمل المحمل الحقيقة قصته برضو طويلة بتبدأ من أحد ملوك اليمن اللي كان البداية معاه والذي كان يرسل كسوة الكعبة ثم تولى الأمر يعني قريش في فترة طويلة جدا ثم بدأت كانت المسألة لا تعدو كونها كسوة لكن عند المصريين كانت المسألة احتفالية كبرى احتفالية وتقوس وزفة للمحمل بدأ المصري يصنع المحمل من القباطي يزين ويزخرف يعني ايه القباطي هنا؟ القباطي نسبة إلى نوع من الأقمشة الشطارة بها أهل الفيوم ونوع من الأقمشة تسمى القباطي نسبة إلى القبط أو المصريين يعني وبدأت فكرة الزخرفة والخطوط وكتابة الآيات القرآنية والتزييم بالخطوط المفضدة والمزهبة زي ما شفنا في التقرير طبعا يعني شيء الحقيقة بديع ازاي المصري بيطفي على حتى الاحتفالية الدينية من فنه ومن جماله ودائما أقول أن الدين والسعادة يسيران يدا بيد عند المصري دائما الدين لا مكان فيه للعنف ولا مكان فيه لأطراف الفاشئة الدينية أو للدماء وإنما هو يتمتع بفكرة السماحة والجمال من الخطوط التي تكتب على الجدران إلى الأغاني إلى زفة التوديع وعند المصري المحمل كان يوزف يستحب الملوك وتستحبه البشر في الشوارع ويرسلون بأدعيتهم مع الموكب يعني يعتبرون هذا الموكب عبارة عن رسالة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويرسلون معه الدعوات ويرسلون بعض الأطر وربما بعض الأخمشة والمناديل كنوع من إرسال بعض المحبات والهدايا يعني كل دا تعبير عن الحب طبعا عن هذا العشق طبعا يعني أنت قلت لي كلمة كده يعني حقيقة خلتني كده دوبتني المصريين بيعشاءوا سيدنا النبي آه دا دا حقيقي بيعشاءوا سيدنا النبي دا حقيقي يعني الحقيقي أنه طوال الوقت عشق المصريين للرسول وقال بيت النبي عشق كبير جدا وطوال الوقت الغناء يعني من أول يعني الرحلة من أول ما الحج يعرف أنه خلاص يعني كتبت له الحجة أو كتب له أن يذهب إلى الحج يبدأ الغناء الغناء بقى كثير جدا مش غناء متعلق بس دا متعلق بالرواحل التي ستحملوا إلى يعني ما سبوش تفصيلة من تفصيلات الحج إلا وغنوا لها الغناء احتفظوا بي أو هذه الفرحة رسموها على جدران المنازل الفرحة رسموها حتى على هدمهم الفرحة رسموها حتى في علم أبيض يحطوها على العربية اللي رايحة وعلى الجمل اللي مسافر أو على أي حاجة مسافرة وكونوا أول كلامي هصلي على الغزالة مشتله وحكي علي حصلي ورمي همومه في مشتله طاه النبي المكمل هزم السناديد في بدل وصبر غاية مكمل صلوه عليه وسلم اللهم صلوه الحقيقة أنه المصريين الحقيقة ليهم تقوص شديد الجمال والرقة والدعا أيضا في محبة النبي عليه الصلاة والسلام وفي الغناء في ما يتعلق أنا عايز أقول لحضرتك حاجة مهمة جدا لأن المصريين بيعتبروا الحج دا تقص عبور يعني هي تقص عبور زي الميلاد وزي الحنة في الزواج وزي الحج وزي الموت يعني دي تقص عبور ينتقل فيها الحج من حياة إلى حياة من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان من اللا طهر إلى الطهر من الزنوب إلى التطاهر بالحج وهذا التقص دائما بكائي يعني إيه في حل ولذلك ناس تسعى كتير جدا تسأل سؤال فني تقول هي ليه أغاني الحج أغاني حزينة زي أغاني الحنة رغم أنه فرح وزي أغاني العديد لأنه كلها لحظة وداع لحياة واستقبال حياة أخرى وبالتالي بيبقى فيها الشجن عشان كده بيسموا أغاني الحج حنون الحجاج أو التحنين يعني في التقص الشعبي أو في التراث الشعبي حنون حنون الحجاج حنون الحجاج لو لقينا بصينا في المعجم لغة كده هنلاقي الحنون أو التحنين معناه الشوق والبكاء والمكابدة رغبة في الوصول دايما كان زمان كمان من عادات الناس اللي بيروحوا يزولوا الحج عشان يودعوه يقولوا له حج مبرور وزن بمغفور الله يحنن عليك ليه لأن كانت الرحلة شاقة وكانت دعوة دي فكرة أنه ربنا يحنن على الحج أن يرزخوا سهولة الطريق حتى يصل وكان الرحلة الحقيقة بتصحبها غناء عظيم جدا غناء بداية من المنزل وثم الوداء على أطفال دا كل مرحلة لها أغاني على فكرة طبعا الزهاب ليه أغاني والعودة لها أغاني والطريق ليه أغاني أغاني على وعلى فكرة احنا بنصدر محبة الحج مبكرا جدا في أغانة الأطفال حيانا جمعت غنوة جميلة جدا أحب أقولها بتقول المعنى دا فكرة محبة النبي ومحبة الحج بتقول حجة حجيجة يا حجة سمنا وبيضة ونتغدة حجة حجيجة البيت الله والكعبة ورسول الله بدي زورك يا نبي يلي بلادك بعيدة فيها أحمد وحميدة حميدة جابت ولد سميته عبد الصامد مشيته علم الشاية خطفت راس الحداية حدي حدي يا بوزي الإرد انت ولد ولا بنت يعني فكرة بدي زورك يا نبي يلي بلادك بعيدة دا موجودة أغانية الأطفال من الصغر من الصغر الرغبة والمواد في الزهاب لزيارة النبي عليه الصلاة والسلام ثم بتجبر هذه الرغبة تماما ونلاقيها في الأغاني الشعبية اللي بتغنى من أول الغناء للبكرة يعني مثلا عندنا أغاني عظيمة جدا بتقول رايحة فين يا حجة بالشال الأطيفة رايحة رايحة زور النبي والكعبة الشريفة رايحة وين يا حجة بالشال اللي بيني رايحة زور النبي والفرح بعيني وصلتني بنتي لحد العوينة ارجع يا بنتي جميلك علينا رايحة فين يا حجة يامو شلموني رايحة زور النبي محمد وكح العيوني والله يا حجة ما عايزة أطايف عايزة سلامتك وعمرت السجايف طبعا الأغاني دي كتير جدا الحقيقة ومشي على النسخ البناء الرباعي اللي ايه الخفيف البسيط اللي بيتم تناقله شخويا رباعيات خفيفة ما فقاش اي يعني ايه اي معزلات عشان توصل لكل الناس ما هي دي اللغة الشعبية اللغة اليومية اللغة اللي بيقولها الناس اه فيها التكرار ايه عشان المرددين يرددوا فيها البساطة الشديدة جدا فيها إصال الرسالة بدون الغاز وكل المرددين والمرددين بيغنوا بصوت اسيان جدا اه هذه الأغاني دايما مقام الصبا هو مقام الصبا ومقام الرصد هما الاتنين المقامين اللي يعني بيشتغلوا عليهم دايما في الأغاني اللي زي كده طبعا الأغاني دي الحقيقة ما بتقتصرش على فكرة اه الوداع وإنما بتبدأ زي ما قلت لحضرتك من فكرة الرواحل يعني زمان طبعا كان الحج بيسافر على الناقة أو الجمال فنلاقي غناء للجمال غناء كثير جدا متعلق كل حاجة تم رصد كل هذه الأغاني سوز مسعود طبعا فيه أغاني كتير جدا نترصد للأسف يعني فاتنا مدد كله تراث بنسميه تراث شفاهي مش ده التراث الشفاهي المفترض يتم جمعه يتم جمعه لكن احنا الآن بعد يعني حاجتنا لل يعني للجمع تقريبا معظم الأغاني اختفت لأنه لم يعد هناك غناء إلا في بعض الأشريطة التي هنها بعض المغنيين الشعبيين المعروفين أو حتى كمان غير المعروفين هذه الأغاني الحقيقة كانت زمان بتردد مع جوقات كبيرة جدا سواء على بالطبول يعني فرق فرق كانت بتغنيها يعني مثلا نقول لحضرتك على ظاهرة كان هناك فرق تسمى فرق النوبة هذه فرق النوبة دي الحقيقة كانت بتمشي بالطبول الكبيرة وبعض الطبول الصغيرة زي طبلة البازة اللي بنشوفها مع المسحرين تعبر البلاد معلنة تماما عن أنه فلان وعلان وعلانة هيحجوا ويمروا أمام البيوت حاملين بعض الأعلام الخضراء وكانوا يمرون كانوا من التبرك أيضا أنهم مثلا لو في طفل مريض ولا حاجة يعني إيه يخطعوا جزء من الخيوط اللي موجودة في العالم ويعقدون على زراعه كانوا من التبرك به بالرحلة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم ثم يخرج الحج إذا كان عفيا يمر معهم ويسلم على كل أهل البلد وربما العزب المجاورة والكفور والنجوع المجاورة ويطلب السماح والعفو من الجميع ثم يرسلون معه الأداية ويرسلون معه السلام والمحبة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لا وهي حتى هو الواحد هو فرحان في حياته لما بتجوز بيفرح بس تلاقي رحلته للحج لما خلاص رحين الحج وبقوا عندهم أولاد وكده بتبقى فرحة كبيرة لدرجة أسمع يقول لك هي دي الفرحة الحائية طبعا دي فرحتنا الكبيرة أيه ويبعيز يصرف كل اللي معاه عشان يروح المصري الحقيقة يعني هي دي يعني بيعتبرها المكافأة الكبرى لعمره وليحياته صحيح أن يذهب إلى الحج و إذا تحققت له هذه الرغبة الحقيقة بيصحبها بقى إيه مش فرح ذاتي ده فرح من الأهل جميعا ده فرح كله فرحانين كله فرحانين وبعدين فكرة أنه إيه يبيض البيت آه طبعا ويرسم عليه المركب والطيارة ويرسم عليه الرموز الدالة على الحج يرسم عليه الكعبة ويرسم عليه بعض الأشياء الجميلة وإنه يبيض البيت ويبقى البيت جديد يبقى كل حاجة جديدة رحلة عبور رحلة عبور وتوسيق أيضا يعني بمعنى إيه أول ما الحج بيودع وخلاص يترك بيته يبدأ تبدأ مرحلة الأهل الأهل بقى في تنظيف البيت صحيح وترميم بعض الوجهة وينتقى الخطات أو رسام من المعروفين ثم يكتب على البيت كتابات خطية رائعة من أول حج مبرور وزنب مغفور ومئة مبروك يا حج أو يا حج وتكتب إيه يكتب اسم الحج التاسع منزل حجة سنة كذا فنوع من توصيخ الحجة ثم ترسم بقى إيه كل ما يتعلق بالرحلة من الطائرة والسفينة والجمال صحيح وترسم الرموز الخير النخيل وقصص الزرع بعض الزهور كنوع من الخير والألوان المتعددة التي ترمز برموز حياة جديدة هذه الرحلة كلها مثلا لون الأبيض دليل الطهر والعفة والرجوع كيومه ولدته أمه أيضا الألوان الخضراء على ما على الجنة هذه الرموز الجميلة الحقيقة اللي فيها قدر من البراءة وتسجيل الرحلة بتبقى موجودة أحيانا يرسمون الأسد كنوع من القوة للتخلص من الزنوب والعافية التي يعود بها الحج العافية الروحية والعافية الصحية أيضا لأنه حتى كمان يرسمون أحيانا بعض المياه الجارية كأنها مياه زمزم الحقيقة أنه المصري وثق هذه الرحلة ودي فكرة برضو قديمة جدا فكرة الرسوم الجدارية الموجودة اللي موجودة في الأيخونات الكنسية وموجودة على المعابد اللي موجودة عند المصر القديم في توصيخ الرحلة دائما كان المصري بيوفق دائما بالكتابة على الجدران دائما تمام بالكتابة الخطية وبالرسوم أه عايزة أرجع برضو لبعض الأوراق اللي معاك سيد مسعود وده برضو المرتبطة بفكرة الأغاني بفكرة الأشعار كانوا بيغنوا الإيه والإيه كمان والله فيه أغاني كتير جدا الحقيقة أنا جامع يعني عدد كبير جدا من الأغنيات أحب أقول مثلا يقولك سعيدة من عد المية وراح زارك يا نبي فكرة العبور لأن الرحلة كانت بتيجي من ضرب الأربعين حتى المغربة وهم جايين من أقصى الغرب بيجوا عن طريق الواد الجديد ثم إلى قوس ومن قوس قديما إلى ميناء عزاب اللي هو حلايب الآن أو من القصير أو حتى من السويس وبالتالي دايما فكرة تعديت المياه يعني فكرة المياه يذكر ده ودي مش أغاني جمالية بس وإنما أغاني أيضا توصخ للرحلة وتفاصيلها أمدحك يا نبي عدد شعر راصي ويتوب عليك وعلينا وعلى كل عاصي ونعطاني ربي لبيعك يا توبي وشرق ما شرق وتمحي الزنوبي لما نويت يا حج خد لبيض وشيله على جبال عرفات يا محلى غسيله لما نويت يا حج خد الزمزمية زعفران الحجاز على شاشة كوئية ريس يبدأ بقى تكرار الأسامي كل واحد باسمه حسن وحسين ومحمد ومحمود كل حج وإيه سعادة الحج لما يتذكر اسمه بقى طبعا يقول لك ريس حسين أصده يقول ربي عطاني ومسعد من زار النبي ويرجم الشيطاني وامو حسين برضو تقول ربي عطاني وسعيد من زار النبي ورجم الشيطاني والريس وهبى عن نبي ناوي وتلاقي دم الفدة فوق الرمل تاوي ريس محمود جابلينا التحية وإن شاء الله نجمله يا عم بزيارة نبي صلوا على نبينا يا قعدين سوية صلاة النبي يا ما حلوة وفريضة علي صلوا على النبي يا قعدين سوية صلاة النبي يا ما حلوة وتمنع الخطيئة طوال الوقت فيه تفاصيل عن الزيارة عن لحظة الوداع عن لحظة الأمنية أنه يتوب على العاصي وربنا يرزقه بحجة إلى آخره فالحج هنا ليست مجرد أغاني يعني عميقة وحسب وإنما هي كمان تفصيلية عن كل خطوة ربما بتحكي حكاية الحج من أول خطوة بيخطوها من بلاده حتى وصوله إلى الأراضي المقدسة ثم العودة كمان الأغاني كانت بتقوم بمهام أخرى غير التوصيل بمهمة التسرية طوال الرحلة الرحلة طويلة وبالتالي بتخفف الألام والمعاناة الشديدة في الرحلة كمان وظيفة شدت الخطورة زي اللي كان بيحدو زماني مع الإبل والقوافل يا حادي العيسي عالرج بالمناسبة هي قريبة من أداء حداء الإبل حتى في إكمال الجمل الناقصة موسيقيا بضبط الكلمات كمان بتقوم مع بعض أنه بتحاول غناء جماعي بعد كده على الجمال غناء فردي ويتم تبادله أيوة يعني كل جمل أو كل ناقة تغني ثم من بعدها يغني إلى إلى أن نصل إلى نهاية القافلة في الرحة أيضا يغنون ده غناء جماعي في الرحة غناء جماعي في الرحة بس بيقوم بدور خطير طبعا زمان كان فيه لصوص فده الغناء هنا حينما يحرس القافلة يعني يعلن عن يقزة الناس وأنهم وأنهم ما زالوا جلوسا مع بعضهم البعض يغنون جمعا ويخضرون على أي لص في الرحلة طبعا أرجع بقى لطريق الحج وما سعدت به مصر من زيارة الأولياء وكبار المشايخ من المغرب ومن أماكن كثيرة وكيف كان طريق الحج وكيف كانت أرض مصر رياض لهؤلاء الأولياء وانا فاكر يعني عفوا نوين وانا فاكر كمان يعني اسمح لي عفوا نا المقاطعة وشي بشي يذكر يعني صاحب مقام ديوانك صاحب مقام ده وانا لحد الوقتي بستمتع وبأسعد بكل قصيدة في صاحب مقام لأنها استلهمت رحلة سيد أبو الحسن رحلة أسيدنا والأكابر من الأولياء اللي زاروا مصر ورقدوا فيها الحقيقة أن الرحلة لمصر يعني الحقيقة رحلة عظيمة جدا ونستطيع توصقها بعدد كبير من الأولياء من العلماء الذين اختاروا أرض مصر ومكثوا فيها سواء قبل الحج أو بعد يعني بعضهم يعني مات قبل أن يصل الحج زي أبو الحسن الشازلي حينما مات في ودي حميسرة في طريقه للحج في إحدى حجاته يعني وأنا الحقيقة رصدت ده في في حميسرة سوف ترى طبعا السيد البدوي أيضا الذي جاء من فاس مرورا بالقاهرة وصولا إلى أرض الحجاز سما العودة والمكس في طنطة أيضا سيدي عبد الرحيم القنائي أيضا من المغرب إلى أرض قنة وله يعني الحقيقة رحلة عظيمة جدا والمكوس في قنة يمكن أننا أقول بعض الحاجات اللي ممكن توصخ لهذه الرحلة مع الأولياء يعني أظن أنها تبقى أفضل من الكلام فسيدي عبد الرحيم القنائي الذي مات في قنة في طريقه إلى الأراضي المقدسة رايح تزور مكة بجرحك والوجع ناوي الرمل عطشان وبينادي على الأولى للإناوي مديت إيدي وارتويت من طلتك يا أناوي طب جاي منين يا عم ما فتحش بقه غير بتسبيحة رايح لفين شاور بعينه للسماء وبصوا قدامه رمل الطريق سمى على أدامه أنا من هنا وما تسألوش أنا من هناك وما تسألوش أنا من الشجر من الطين ومن عرق الوشوش في يوم نداني العطر وترجيته في يوم نداني العطر وترجيته يستنى حبة لما وضي القلب نفسي أزور التهامي واخد معايا جراحي الليل تقيل يا طير على جناحي يا عطر مالك مبرجلني ومستعجل نفسي أزور النبي وروح لباب بيته نطق وقال لي وراه يا جريت وراه وكل باب سكيته وعلشان أمل القلب بنور اللي حبيته من هناك يعني وخلاص من هنا يعني وخلاص سايب ورايا الليل بيتسلى على المجريح بيلحسوا جوعهم هناك والوجع نايم على الإخصاص والضلمة الدارة ورا اللونة دي الصفيح والضيمة مصمر على الشباك بيقول لي وانا رايح هناك الدنيا في نهاية النهاية طراب وريح وانا جيت هنا إلى قنى كي أستريح يعني الحكاية قالوها وبيسميها مولاها رايح لمكة أزور والرب مش رايد اللي سيقني النور والشوق محمل على الجروح بس الحنين زايد بس الحنين زايد راكب على نأتي وماشي بكلم المحمل على الحصى والرمل غنى الليل وقال كلام ما فهمتوش يمكن يا قلبي يمكن يكون يا قلبي تستحمل خشب الشجر بيقول كلام للصبر والضلة نيمة في الهجير والضلمة لسه تستجير بالأمر احميني من الليل اللي ساكني والقهر نعسان في الحواري بس مش نايم في ايده كرباج عفي واخد رآت مني وسيدي عبد الرحيم تحت السماء هايم بيقول يا نور فينك احنا حبيبك صب كاس العفية احنا مريدينك وعرفينك انها قالت هنا والحمل مال نخت على الرمل حن الرمل وتواها طب مين يشيل جرحي وانا جيلك الليل يعيط عليها والعيون في متاها النجمة بعت جواب ومحمله لفتاها قل له هنا بيتك سبوه رفاقته والحنين صاحي ماسمعش غير صوته وحيد بيقن مشي على الرجلين والشوك عليها يحن على الحصى والجمر يسحب بايده ع السكة وهي خايفة عليه ودموع عينيه بكت صبيت الطمر السبحة تقلت فوق صوابه والضعيفة ورجله بالجرجر وراه الموت هبت عليه نسمة لطيفة سلمت سقنت مسكت في ايده بيفتكرها شال قطيفة مسحت الدمع في عينيه واستسلمت بعت سلام للنبي ويا النسيم وحكاله رد النسيم وقال له ما تكملش ارجع ارجع نبينا بعت لك سلامه نكون على يعني ختام هذه القصيدة عن سيدي عبد الرحيم القناوي او القناي رضي الله عنه يعني تليفون مباشر من صعيد عرفات دكتور عمر الورداني دكتور عمر اهلا بيك الله يكرمك يعالكم في هذه الاوقات في نعمة وبرتة ونور وفتح وتيسير ويجعل كل الانوار اللي في هذه الايام فتح وبرتة وغفاء ونعمة على آل مصر وعلى شعير براد المسلمين كنت عايز اوصلك باي طريق بارح وانت بتدعي كده والامطار نزلة كده وبتدعو بهذه الحرارة وبهذا الحب وبهذا الاخلاص وعايز اقول لك ما تنسناش كلنا يعني ادعي لنا كلنا في هذه اللحظات المباركة دكتور عمر على اياتي حال ما تنسناش برضو تدعي لنا النهاردة وقل لي النهاردة الاجواء وادعي المصر وادعي المصر وادعي المصر وادعي الاهل مصر والشعب مصر ولهذا البلد الامين مصر يمع لنا ان كان فيه فر حصل فينا فده من فضل الله سبحانه تعالى انبتنا من هذه الارض القيبة المباركة اللي مش بس كان فيها بركات الانبياء ده كمان فيها بركات الاولياء وآل بيت الله وآل بيت رسول الله وكمان ملاءها الله سبحانه وتعالى بالفكر والعلم والفكر فمصر دي ده فضل علينا وكل اللي يمكن فضل مصر ده وكانه ما سمش نور ربنا سبحانه وتعالى مصر ربنا سبحانه وتعالى يحتضى بانورها وبركاتها ببعزنا بمجالس علمها بفضل الله سبحانه وتعالى الغرف وفي قلوب أهلها من حب مجاركة ومتعلاحهم وإن شاء الله ستظل مصر إن شاء الله قاتلة الحضارة القادمة إن شاء الله دايما دايما دكتور عمري في نفس الوقت برضو كان لي شرف التواصل مع فضلتك السنة اللي فاتت من عرفة برضو ودي الوقتي وبقولك يعني الأجواء في هذه اللحظة يعني كيف تراها وكيف ترى هذا الجمع الحاشد الحافل هذه الأجواء لا توصل يعني أن تجد إنسان في تمام الانكسار وقلبه وكأنها صار لا يلمس يلمس جنبات عرش الرحمن سبحانه وتعالى من شدة انكساره وخبوطه لا تشك أن هذا القلب لا يتحرك بدم ولكن يتحرك بنور لا ترى إنسانا هنا إلا وكأنه يخلع من أرض عرفات كأنه أراد أن يغنس فيها إلى الأبد يريد أن يفقى في هذه في محل نظر الله ومحل مباعات الله وبمناسبة محل مباعات الله فيه لفت في مسألة مباعات الله لبلائكته المعنى اللي عليه أكثر أهل العلم للمباعاته ما معناها أن الله سبحانه وتعالى وكأنه يرفع مقام الأضياد والمساقين والعشاق الذين أكبروا في عرفات لكن في معنى تاني إن الله سبحانه وتعالى يدفش الملائكة ويظهر أنظرها بالبهاء الذي يكون في وجوه أهل الثير وأهل الصلاح وأهل السوق من أهل العرفات فتكون المبهاء من شدة البهاء الذي يكون في وجوههم فيتخيل أن البهاء الذي يكون في وجوه أهل العرفات والله ينظر إليهم هذا البهاء يدفش ويجعل عيون الملائكة تشهر بأنها قد رأت شيئا عجيبا عليها فيحصل لها انتهاش من شدة جداء هؤلاء العبيد لا تجد مكانا لا تجد إنسانا إلا وهو قد تكثر بيننا الملائكة يجمعه جمعا جديدا فيكون مولودا جديدا يا رب فأبنا سبحانه وتعالى يجعلنا في هذه الساعات ممن نظر إليهم فجبر انتشارهم نحن هنا في عرفات أو أنتم في مصر أو المسلمين في كل مكان ويجعل حظ الناس لهم نصيب من قوله صلى الله عليه وسلم الذي فتح كل أبواب الخير وكل أبواب النور لهذه الأمة عندما قال إن أناسا في المدينة لا شرتم مسيرة ولا قضعتم واديا إلا كانوا معهم قالوا وهم في المدينة يا رسول الله قالوا وهم في المدينة حبثهم العرض فنسأل الله أن يجعل كل مكان في العالم كل من أصحاب الشواب الحاصل الكامل ويكون من من حبثهم العرض ويكون الله سبحانه وتعالى ويجعل فوقهم هذا دليلا على أنهم إنما لو فتح لهم بابا الوصول لكانوا أول الطائرين وأول الواصلين إلى رحاب العشاق إلى رحاب مكة وعرفات ومزدرفة وميناء يعني حبنا نطمئن برضو يعني اطمئننا من خلال رئيس البعثة الطبية ومن خلال الدكتور مجد عشور على صحة وأحوال الحجاج المصريين ومع مزيد من الاطمئنان أريد أن نطمئننا على صحة فضلتك وصحة وأحوال المصريين الذين معك من الحجاج دكتور عمر الحمد لله الحجاج في خير صحة وفي خير حال والناس هنا لا يدخلون جهدا من أن يكونوا فعلا وكأنهم يربون معنا واحد أسأل اللهم أهلني لرتبة خادم شايف الناس على غير أي مكان ممكن ترى في الناس الناس يلبسون ثوبة الخدم لحقيق بيت الله والحمد لله الناس إن شاء الله يعودوا صالمين غانمين وإن شاء الله يحملوا ببركات هذه المناسك وببركات هذه الأماكن الطائرة الطيبة ويكتبوا الله سبحانه وتعالى لنا إن شاء الله ولكم ولكل مستقى أن يكونوا في هذه الأجواء التي هي في الحقيقة هي أنفاس مكتوب عليها ونفقت فيه من روح يعني حج مبرور وذنب مخفور وتحية نكررها كل لحظة للسعودية وبما تبذله لراحة الحجاج بشكرة دكتور عمر الورداني ولا تنسى أن تدعو لنا دائما بشكرك شكرا جزيلا دكتور عمر يعني الأجواء يعني الأحوال بتنتقل إلينا يعني هذه الأحاسيس هذه المشاعر بتنتقل لأن من شواء دكتور فاتح الحلواني قال كلنا على موجة وحدة يعني عارف ضبط الموجة والإرسال واصل مع الكل فحاسس بهذه الروحانيات وبهذه النفحات فكرة الجموع دي فريضة بيجتمع فيها كل الناس يعني بكل الأطياف وفي حالة وعي جمعي أيوة؟ هذا الوعي الجمعي الكل اللي واصل واصل بدعايا واصل بمحبته وفتح قلبه وعلى فكرة حتى كمان في الغناء الشعبي اللي احنا يعني مشغولين به الحقيقة فكرة الجمعية دي فكرة الجموع فكرة الوعي الجمعي ده موجودة حتى في الغناء الشعبي لا يوجد فكرة الحس الفردي وإنما الكل يغني للكل من أجل الكل والكل فرحان عشان اللي رايح طبعا الكل فرحان اللي هو فرحها إيه على فكرة يعني كنت بشوفها وإحنا صغيرين كنا بنشوفها شايفين قدي الناس فرحانة لو بيخرج أول ما يسمعوا كلمة إن فلان رايح حج طبعا وبيتمنوا ويدعوا وبعدين فكرة أنه 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 الحجاج يتم توضعهم جماعيا أيضا واستقبالهم جماعيا يعني يخرجون على أطراف البلاد بالطبول وبالمناسبة حتى في موالدنا الآن بنلاقي حتى كمان شكل المحمل بعض الموالد الكبرى فيه مع الحرفيين على العربات الكارو يضعون شكلا للكعبة يعني على أو على المحمل الجمل مع طبول النخرزان مع البيارق وكأنه الاحتفالات الجماعية أو استدعاء صورة الكعبة واستدعاء المحمل واستدعاء هذه التقوس واسم الرسول المكتوب على البيارق والخلفاء الراشدين إلى آخر وكأنهم يستدعون لحظة بيضاء في تاريخنا العظيم عايز أروح لصاحب مقام تاني ولسيد أبو الحسن يعني استلهام رحلة سيد أبو الحسن الشازلي رضي الله عنها سيد أبو الحسن طبعا بقول فيها صاحب مقام على الجبل بإيدنا اللي بنيه وتحت نيمة عمتي واغدى خضار لبنيه ساكن في ريح الندى والضل حضن بنيه في الحضرة كنت زمان وزمان دكان في عز عز الظلمة أشرب كساتي ورف زي الطير واملى السماء توشيح على رفرفة لابس في رجلي فردتين الحفة أنا كنت أول طريقهم واللي آخر طريقي مالي من العشق قلبي ونص أبريقي نادى علي الطير لما نشف ريقي الزكر داير والكلام يستعطف عنا بالكسات جوه الجناين يقطف أطياف بكى ودموع على العتبة كان قلبي لسه مريد غشيم وطى وعب النور بتكفف المقطف ما كانش فاهم تسبحات الحصى عشرين سنة والطريق حنان بلهج وصوتي سبحة في ايدي وروحي بتنام على الشجر وتقوم كل اللي كان في عناي حبة صبر أخرط طريقي موديني لباب النبي واللي موديني لباب القبر كان نعش طاير ومستيل فريش حبة من العصفير على حبة من نور اللي بات مظلوم شايل تلت دمعات ويا قرطين حنية ووشي كان شاهد على المية تحت الطراب جراية من قلبي صبابة فعنية ما تقولوش للرمل اللي بات عطشان إلا كلام أخضر سقيه النور صاحب مقام ولابس قلب وريحة مسك جرب ايديك عالجمر ويا الدفوف اللي متونسب نقرة صوابعك مفيش خطوة تمشي عليها الأدم قصد الإشارة واصلة بحرفها عين العناية ويا سين السر حروف فوق الشجر ومين هيقطفها كان طير وحيد شايف وانا معدي ومعايا جيم الجلالة بتعدي بيا الجسر طوبة ورا طوبة وحب الدموع بيني وبين روحي يهل المقام وفي حجر حفنة نور يهدل عليها الحمام عارف طريقه للسماء والرفرفة تهديه ساكن في ريح الندى والضل حضن بنيه صاحب مقام في الجبل بإيدنا لبنيه رضي الله عنه سيد أبو الحسن الشزد ورضي الله عن كل أولياء الأكابر الأنقياء الأدقياء الأصفياء اللي يعني الذين رقدوا هنا في مصر الحبيبة عايز أنتقل إلى الأغاني والأنشيت فكرة الإنشاد وفكرة المديح وارتبطت بها أصوات بعينها أصوات تجيد هذا الفن من يعني كان عربي الفرحان البلبيسي طبعا عندنا الإنشاء ده 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 لون مرتبط غير الابتهالات والتواشيح ده موطوع مرتبط بهذا اللون الشعبي من الغناء الشعبي بالفرح بالحج وبهذا الإطار المهم جدا يا ترى رصدت هذه يعني برضو الأصوات فيه أصوات تانية محمد طه غنال الحج بلونه الشعب الجميل يعني ده أصوات كانت بتخدم ومناسبة جدا لهذه المشاعر الشعبية خلينا بس نفرق الأول طبعا بين حاجتين مهمين جدا بين الأغاني المؤلفة والأغاني الشعبية الشفاهية فيه في الأغاني المؤلفة الحقيقة عدد مهم جدا من الأغنيات ومن المؤلفين لعل منهم العظيم عبد فتاح مصطفى طبعا وكتاباته الكتيرة جدا ومن ضمن الأغاني الشهيرة زي أغاني اللي غنتها ليلى مراد رايحين للنبي الغالي دي أغاني مؤلفة يعني أغاني فردية لها مؤلف معروف وملحن معروف وهذه الأغاني بتستلهم أحيانا نروح الجماعة الشعبية لكن فيه أغنيات شعبية يعني دول أصحابها معروفين معروفين حقوق ملكيتها معروفة تابع مين طبعا المغني معروف والشاعر والشاعر والملحن لكن في الغناء الشعبي هي أغنيات أرادت لنفسها أن تصبح ملكا للجماعة يعني أن أن تصبح متواترة ومنتشرة بين الناس يغنيها كل الناس ومن حقهم أن يعدلوا وأن يضيفوا صحيح صحيح ده هنلاقيه موجود في فن المربع في زي ما أنا قلت مثلا فن المربع اللي احنا قلنا منه حاجة من شوية اللي هو أول أول كلامي هصلي ده فن المربع اسمه فن الوا صلاة الأبي تغني عن القوت وتمنع البلاء والمراضي يستاهل على الجته بالصوت اللي معاه كفو الزيارة ومراضي وده ليه علاقة بالحج يعني يعني يستاهل الضرب بالصوت بال القوي اللي معاه يزور ومش قادر يزور أو مش عايز يروح يزور يعني يعني كأن المغني الشعبي يقرز ويبكت الإنسان الذي معه ولا يذهب إلى الزيارة يعني كيف يعني بيسأل إزاي ده نوع من الغناء وده كتير جدا في صعيد مصر في وجه البحري طبعا عشان ما ده قلنا على فن المربع وفن الواو من بدء من ابن عروس وبرضو نذكر عمين عبسطر سليم أحد أهم من كتبوا فن المربع وفن الواو طبعا لا في في أسماء تاني يعني من أهم في أخطاب كتير يعني جدا الحقيقة يعني وفي شباب بيكتبوا فن المربع وفي الشيخ حسين زوج ما احنا بنقول على سبيل المثال وعم محمد خربوش وعبسطر سليم طبعا بكتاباته الرائعة وطبعا النصوص المربع دي نصوص عظيمة ومكتنة زي يعني للحكمة اللي موجودة لكن عايزة أرجع مرجوعنا تاني للأغنيات المتعلقة للأغنيات الدينية الأغنيات الدينية دي الحقيقة لا تختصر على المربع هنلاقي فيه الموالي الديني فيه فن اسمه فن القصيد وده موجود في بحري كان يغنيه المغني الشعب العظيم الراحل حواس وفيه السيرة دايما كانت تبدأ بالغناء الديني بالصلاة على النبي دايما لا جزء كبير جدا اسمه الصلاة على النبي يعني يبدأون بالصلاة على النبي كنوع من التأصيل للسيرة ولأبطالها ونسبتهم إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ده كمان يعني هي لفتة بسيطة وفع عندها عشان هروح لنقطة مهمة جدا فكرت حتى طبيعة الصوت اللي كان بيغني هذه الأمور وهذه الأغاني وهذه الأنشيد وهذه كل ما بصرف النظر عن العنوان نشيد أو غنية أو أي حاجة من كده ولكن طبيعة الصوت كانت طبيعة دلة جدا جدا على الغنى الشعبي بهذه الطريقة وبهذا الأداء عايزة روح ليه الجدران والرسم على الجدران والنقش على الجدران وهنشوف برضو بعض اللمازج أو بعض الصور وهتقول لنا ونتكلم برضو لإني ده شيء بديع وشيء جميل جدا هنشوف مع بعض قد إيه كانوا المصريين بيهتموا بالنقطة دي قوي قوي وتكلمنا عنها بس هنرجع نشوف يعني بعض التصويرات لها يعني اتفضل هنتكلم عنها دلوقتي ولكن أهم حاجة على بال ما تزرع الشاشة هل انتشرت كان كل مكان في مصر ليه طبيعة رسوم خاصة أو ليه أداء فني معين طبعا يعني مثلا على المستوى الشفاهي مثلا هنلاقي فن المربع والموال منتشر في الصعيد بعض الأغاني الأغاني اللي هي يعني تكرر عبارة عن جملة ومرض موجود في الأطراف أيضا هنلاقي مثلا في معتقدات متعلقة بالحج في عادات وتقاليد في أغنيات في رسوم تقريبا إذا قلنا أنواع جنس الفلكلور من عادات ومعتقدات وتقاليد وتصورات وأغاني ورسوم كل ده نقدر نقول أننا ما يمكن أن نسميه بفلكلور الحج فلكلور الحج يعني باب فأطلس وعملنا أطلس الفلكلور هناخد بي باب لوحدي كده فلكلور الحج فلكلور الحج نقدر نعمل أطالس متعلقة بحيزر بيرسم إيه بقى على الشاشة هنا شايف سيد مسعود هنا عندنا تمام فكرة الرسم فكرة رسم الكعبة الأول طبعا بيعمل الأرضية ثم بيرسم الكعبة وحواليها الجموع الذين يطفون و بشكل رمزي برضو يعني مش بشكل تكسيدي طبعا برضو هنا الأرضية هنا الطيارة بقى والكتابات الخطية يعني ده مهم جدا يعني فكرة وبرضو لم يتخلى المصر عن عداته حتى دلوقتي في القرى والأرياف لا ما زالت موجودة الرسوم الجدارية والكتابات الخطية موجودة حتى الآن وإن كانت أكثر براعة وإدخانا في الريف الحقيقة أن الريف ما زال بيتمتع يعني مستمسك ببعض العدات والتقاليد أكتر من القاهرة فكرة التماسك والتساند الاجتماعي القائمة فكرة الزيارات المتعلقة بالحج وعودته ونسيت أقول حاجة مهمة جدا فكرة النقوط أنه الناس كانت تروح برضو كنوع من التساند الاجتماعي تنقط الحج تنقط الحج وليس انتظارا لشيء وإن كان البعض بيتمنى أو يأمل أن يأتي الحج له به هدية الطائية أو السبح أو النس كنوع من التبرك بكل شيء يأتي من عند الرسول عليه الصلاة والسلام وإن لم يأتي لا يزعل لا يلوم ما يلومش ما فيش زعل من الحج لإنه عارف أن هذه الرحلة تتكلف مصاريف كتير جدا وإنه بعد العودة السيدات يقومنا بالنقوط بإرسال الشاي والسكر والشربات يعني الليلة ودايما يعملوا في الأرياف والقرى بعد ما يجي الحج ليلة لازم يتعامل ليلة كده ليلة لله والمحبين يأكلوا والجلان يأكلوا يعني موضوع بديء موضوع جميل جدا بالمناسبة بالمناسبة وفي حاجة اسمها مولد الحج مولد الحج ده الاحتفال بمرور عام على الحجة يعني بيجيب دبيحة يعني ذكرى السنوية للحج الذكرى السنوية بيسموها مولد الحج يعني بمعنى أنه يوم برضو تسعة اللي هو بيبقى يوم عرفاط بيروحوا الناس وتصبح زبيحة وتوزع كنوع من الاحتفال وربما يؤتى بمنشد أو صييت لا أو قرأ القرآن الكريم وقرأ القرآن يعني فيها كل هذه الممور آه حقيقي يعني كل يقرأ القرآن وتنشت في هذه الليلة ودي بتعمل نوع على الحقيقة من القربة والود والتساند الاجتماعي وتوزيع اللحم على الفقراء وأيضا إقامة الدعوات لمن لم يعني يقم بالحج بأنه يتقلوا عقبال الحجة التانية أو عقبال الحجة التالتة ويدعى لمن لم يقم بأداء هذه الفريضة أنه ربنا يرزقه بأن يذهب إلى الحج وبالتالي فكرة التساند الاجتماعي دي فكرة أساسية في الاحتفال بتوضيع الحج أو عودته فكرة التساند الاجتماعي فكرة الفرح للآخرين فكرة الاستبشار بأن يرزق الإنسان بالحج إذا ما استبشر وبارك للحج بأن يذهب له وينقطه يعني ببعض الأموال أو ببعض الهدايا فكرة إرسال الرسائل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام مع الحجاج فكرة الانتظار أول ما تيجي بقولك أريت لي الفتحة ولا لا سلمتين على سيدنا النبي ولا لا كل هذه المشاعر الفياضة كل هذه الأحاسيس التي تسكن القلب وتتسربل في تفاصيل كثيرة كما رأينا وكما سمعنا وكما نشاهد في كل لحظة الباحث والشاعر رئيس تحجي سلسلة الدراسات الشعبية والذي أسعدني بكل ما تفضل به سواء ما قرأنا من صاحب مقام من سير الأولياء الأكابر أو من رصد هذا الفولكلور الخاص بالحج في التراث المصري أشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا وكل سنة وحضرتك طيب وكل المصريين والعرب بخير يا رب نشوف مع بعض دلوقتي هذا اللقاء مع الأستاذ الدكتور مجدي عشور في الرحاب الطاهر هناك فكل عام وأنتم بخير وفاصل ونعود إليكم بعد ذلك